هزمة جديدة من القرارات الجمهورية بتعيين وزراء جدد وإقالة عدد من محافظي المحافظات بهدف إحداث تحولات تتناسب مع ما تمر به البلاد من تحركات على الصعيدين العسكري والسياسي شملت القرارات تعديلا وزاريا في حكومة بن دغر حيث تم تعيين أحمد الميسري وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن خلفا لحسين عرب الذي تم تعيينه مستشارا للرئيس هادي لشؤون الأمن هذا التعديل يعد الأبرز ويرتبط بشكل مباشر بمحاولة تعزيز سلطة الحكومة على الأجهزة الأمنية في عدن التي لا تتبع الحكومة الشرعية بل التحالف العربي ويرى مراقبون أن تعيين وزير مدني لمنصب أمني في ظل التعقيدات الموجودة على الأرض لن يحدث فارقا أو يمكن الحكومة من السيطرة على تلك الأجهزة وزارة النفط هي الأخرى فقد تم إقالة الوزير المحسوب على محافظة مأرب وتعيين وزير جديد لوزارة ما زالت معطلة على الرغم من سيطرة الحكومة الشرعية على مواقع حقول إنتاج النفط والغاز وموانئ التصدير وذلك ما يحرم خزينة الدولة العامة من مليارات الدولارات التي ستمكنها على أقل تقدير من الإفاء بدفع مرتبات الموظفين وللمرة الثالثة استهدفت تعينات المحافظين إقالة آخر محافظين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لتقديم نفسه بديلا للحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية تم تقالة محافظي لحج والضالع بعد يومين من عقد اجتماع ما أطلق عليه الجمعية العمومية لإحدى هيئات المجلس الانتقالي وتم تعيين شخصيتين عسكريتين في منصبيهما بمحافظتي لحج والضالع تعيز كانت حاضرة في التعديلات حيث تم تعيين أمين أحمد محمود محافظا لها بدلا عن علي المعمري الذي سبق أن قدم استقالته في وقت سابق ورفضها هذه وبحسب المراقبين فإن أمام محمود مهمة صعبة في ظل للقسام الذي تمر به المحافظة وملفات شائكة وعلاقات متشعبة بين مختلف القوى المحلية والإقليمية بخصوص مستقبل المحافظة وتأخر قرار تحريرها لأسباب تتعلق بالتباينات بين القوة مهمة تحتاج لإرادة ودعم يتعدى الاكتفاء بقرار التعيين وترك المحافظ بدون سند محلي وحكومي التعديلات على الورق تحتاج إرادة تتجاوز الصراع بين الرئاسة والتحالف وتحويل تلك القرارات لأدوات تعزز حضور الدولة وتنهي حالة الانقسام والعجز والفشل الأيام القريبة ستكشف عن فاعلية تلك القرارات أو اعتبارها استمرارا لتفويت الفرص وبوابة لاستمرار الإدارة بالفشل موسيقى